حلو قوي ان انت تبتدي السنة مع العربية ده ده اول فيديو في السنة الجديدة الفين تلاتة وعشرين النهاردة معانا الدابليو مية تلاتة وعشرين المتين وثلاثين سي مش اي دي كوبي تعالوا نشوف اي حكايتها العربية ده حالتها زي ما بيقولوا كده ايه منت كونديشن كناها لسه تلع من الفابريكا ياللا بينا العربية دي عاملة تمانية وسبعين الف وزي ما بيقولوا هي فعلا ان منت كونديشن صاحب العربية تعرض عليه مبالغ كبيرة جدا اكتر من نص مليون ولكنه رفض لاسباب عاطفية طبعا العربية دي بقالها معاهم في العيلة ومهمة بالنسبة لهم وزي ما انتو شايفين هي ستوك منت زي ما هي كده وصفة المتين وثلاثين السي الندرة دي طوله العربية اربعة متر اربعة وستين واتقادة العجلات اتنين متر وواحد وسبعين الوزن بنتكلم في طن ونص هي مش تقيلة او يخدوا بالكو المطور هنا الاربعة ستونات في صفه واحد بيولد مية وتمانية حصان ومية ستة وتمانين نيوتن ميتر رقم كويس بالنسبة للجيل ده ونائل الحركة هو اللي بيظلمها شوية تقلت سرعات اوتوماتيك التعليل امامي بتاع العربية ماكفيرسن والخلفي منفصل على قد ما انا شفت بعيني ويبدو كده بالنظر دابل ويشبون او مالتي لينك بدائي او يعني يا ثري بوينت مالتي لينك بثلاث صوابع كنترول يا دابل ويشبون مفيش حد فينا ما يعرفش شكل العربية دي العربية دي العربية دي ما زالت منتشر على الطريق بس الكوبي دي ندرة 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 وبتعرفوا حالة العربية من بقى ميلك صدام بصوا اللامعة بتاعت الكروم وحالة الكويتش ماشا الله كلها بيرفكت حتى الهتة دي اللي في الجنب الباكيت او السوكا ما عرفش بها غالبا يسموها سوكا لانها مشتخينة قوي ومعادي برضو الكروم فيها بيلمع والشبكة الامامية حالتها كلها فعلا هيلة والنجمة كل حاجة حلوة قوي حتى علامة مرسيدس تحت النجمة حلوة جدا ووقتها ده كان اللون واحد من الالوان الموضة يعني الالوان الشايع اللي بتاعكس الشايع كان العربية بقى لونها كده ومن جوه تبقى كريم وده الموتور الالفين وتلتميت سيسي برضو بصوا على الحوض بتاع الموتور الموتور الالفين وتلتميت سيسي اربع سلوات في صف واحد زي ما انتم شايفين وبطول العربية العربية دافع خالفي بيولد مية وتمانية احسان حتقولي ايه الارقام دي ارقام متواضع بالنسبة لزي من ده كان رقم كبير احنا بتتكلم في تلاتة واربعين سنة بالزبط يا جماعة ومية ستة وتمانين نيوتن متر برضو رقم جيد جدا هو اللي بيزلمها شوي هو نائل الحركة التلات سرعات كان عندهم جيل تلاتة وبعد كده نزلوا الاربعة ولكن بصوا العامة كربريتور يعني هنا والمدخل بتاع الهوى بتاعه من الجنب من الحتة دي لزيز جدا وحالة الموتور هيلة طبعا دبطرية قد كده برضو بس برضو برضو صحب على الحوض الموتور ضخم جدا رهيب من الجنب باين طولها حلبة قوي طويلة جدا وطبعا الازاز الكوبي خدوا بالكوا الازاز ده كمان بينزل ولغاية النهاردة بينزل طبعا الازاز كهرباء في العربية بس المرايات بتاعت الجيل ده كالعادة تلاقي مرايات السواق مانيول ومرايات الناحية التانية اه اوتوماتيك مرسيدس كان دائما يعملوا حركة دي وبعدين عملوا حركة بقم كلهم اوتوماتيك لكن اللي في جانبك انت انا حيتك الشمال مانيول وبرضو كل حاجة انا يعني اه منباهر من حالة العربية بجد ما شو الله ما عنديش حاجة قولها برضو الكروم اللي حواليه الازاز حتى العزل بتاع الحتة دي كلها محترم جدا وهنتفرج على العربية من جوه برضو لانفرشها في حالة جيدة جدا بصوا ارتفاع العربية من الارض وبصوا الحتة دي كمان بدهانها دي واحدة من حاجات المؤسرة بالنسب سوف تقول لي ليه اقول لك ده باكس برضو لحالة العربية كويسة جدا طيب الكويتش هنا كان مية خمسة وتسعين سبعين اربعتاشر سبعين حيطة جانبية قد كده بس برضو ده كان العادي واربعتاشر بوصة بس قطره ده انه في سبعين فالسبعين دي مش قليلة قطر بتاع الكويتش كله مش قليل ولكن الكويتش نفسه اربعتاشر بوصة على الجانت الاصلي بتاع العربية ولو بصين على العربية من الثلاث تربع الخالفي عشان بس اواري لكم الحتة بتاعت الكوبي ومش بس كده اواريت له حتة دي كمان واغدين بالكم حوالين الازاز في مجرى واسع عشان المية لما تنزل تنزل من هنا وما تتكومش من جوه كانوا طبعا المان تول عمرهم بيحسبوا الحسابات بدقة جدا ومن الظهر اللي يميزها كلمة متين وتلاتين سي دي الحاجة المميزة والجانش ده بتاع القطر ولكن برضو بصوا على حالة الاكصدام والنجمة وكل حالة حاجة ستوك والاريال بتاع العربية بيش كلام يتقال حتى الحتة النيكل الحوالين الفاونيس كله حالته ممتازة تعالوا شوف الشنطة بحب اي شونة العربية القديمة بحسنها ضخمة ولو بصين على الشنطة برضو تعرفوا حالة العربية المثلث الاصلي بتاع العربية في مكانه الاصلي وكمان من جوه الدهان بلون الدهان العازل بتاعه الاسود والشنطة زي ما انتم شايفين ضخمة جدا كالعادة تاخد اتنين جسة كده بس تاخدهم بالطول جمعا ضخمة 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 وبس ما فيش كانت تنزيل الكراسي دي كلها حاجات استجدت على العربيات ولو بصين على العربية من جوه تفرجوا عليها تفرجوا عليها العربية من جوه كلها اصلية بالكراسي بالجلد بتاعها كمان حتى الكنبة الخلفية لو بصيتوا عليها كل حاجة ستوك بجد مش زار كمان السقف هي فعلا من كونديشن بصوا على لوحة العددات نفسها كمان تعرفوا والحتة بتاعت الكنتاكت وكل المواد في العربية التارة ونقل الحركة الثلاث سرعات مع الازياز الكهرباء والكنترول بتاع المراية الحاجة الوحيدة اللي مش توقف العربية جماعة هي الراديو بس صاحب العربية جابوا ايه يعني period correct كما بيقولوا يعني اللي هو يبقى محافظة على المنظر وغالي جدا الكاسد ده او النظام الترفيه ده بالاصح غالي جدا بس هو تهب ان هو يجيبه يبقى ايه جاي في الحتة بالزبط ويبقى ما يغيرش الشكل ولا من روح العربية ولا من الزمن بتاع العربية لكن غير كده كالعادة وغدين بالكم الفتحات كلاسيك والتكيف من هنا وعندي تابلو من هنا اللي فيه كاب هولدرز اللي ما بيعملوش اي حاجة خالص بس يا دوب شيف قد كده بس برضو كلاسيك بتاع الفترة وبصوا من جوه الجوخ البطانة بتاع الدرج التابلو العربية ستوك 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 مختلفة اللي معقادني فعلا هي لوحة العدادات يعني اكنها طلعة فعلا من الفابريكا وحتى الفرش من تحت الدواسات كلها ممتازة بصوا جماعة الازاز كهربا الخالفي شغال عادي خالص انا مدور العربية نرفعه تاني نغدين بالكم واحدة من العلامات ان العربية حالتها ممتازة بيطلع في مكانه بالزبط طيب اقت في العربية الكورسي ده بيطلع كهربا مش كهربا هو بيشتغل بنظام فاكيوم تعرفين مرسيدس السنتر لوج بتاحهم كده بيشتغل بنظام غريب من ساعة المرسيدس اللي بيسموها الجروسر لو عارفين لاحد فيكم مذاكر يعني عربية الوزراء النادرة كبيرة اوي لغاية يعني فترة العربية دي كانت مشهورة اوي للرؤسة والديكتيتر زي ما بيقولوه العربية هنا الحتة دي كهربا بتقلب كهربا او بالترومبا الفاكيوم وكانت شغالة لغاية فترة ولكن ما زالت العربية من جوه عمليلي حالة اسبيلال ماذاك يا دايفيد الحمد لله تمام ايه دا يا دايفيد ايه الجمال دا برافو يعني معلش كاميرا لعدادات جماعة شايفها اذا يعمل كده ومن فوق منظرها غريب مفيش مكان اوي فدي احسن زاوية جبالكم لكن بجد يعني العربية ما شاء الله منت كونديشن في كل حاجة يعني انتم محافظين عليها مفيش كلام يتقل بجد مفيش كلام انا دي واحدة من القلائل اللي سقتهم انا جربت عربيات كتير اوي برضو من يعني عربيات عمرها كبير غير طبعا الناس اللي بعملة رستوريشن في عربياتها لكن دي حالتها بجد اكتر شوية من ممتازة بجد برافو يعني توقض بليم اجد انتغلاش عليها تانكيو والدوران كمان بتاعها الدوارة بتاعتها حالة المطور علبة الديريكسيون علبة الديريكسيون ممتازة نقل الحركة هو اللي ظلمها فعلا العربية دي اه يعني انخلي اول تلات نقلات طويلة اه بالزبط ولكن القيادة نفسها هيلة وعلى الفكرة مريحة عشان تبعوا عارفين العربية مريحة لان السبعينات اللي فيها دول مريحين جدا يعني مفيش اي ارهاق ونسايا في عمين قصدي ايه عزل الصوت مقبول على سنها جدا 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 بالعكس كويس انا برضو جربت مجموعة عربيات من الجيل ده وكانت الحالة من جوا مختلفة دي حالة من النوادر زي ما بيقوله كنت عايز تقوله انت حاجة عن الازاز زي هم بتأسر شوي بالعربيات اه ايه بقى هقولك يا ماجد هو لما ساعة الفترة دي يعني ما طلع الكوباي بادي ستايل وكده وان هو بقى يعني بقى ترندينج وقتها حبوا ان هم يحملوا كلينار لوك أو سليك لوك مصحوبة يعني ام مصحوبة بالزبط فالازاز خلوه ان هو ينزل عالاخر خالص بالنسبة اللي قدام واللغرق اه اه وينزل الاخر يعني اه انت الازاز يعني الورا عاملين له ان هو ينزل بدوران معين كده عشان يبقى في الاخر كل الشكل كله مفتوح اه وانت حطت ايدك باره وبالضبط حتى يعني اللوك بتاع العربيات بي في الفترة كان هو بيطالع من الجنب ده بطالع من الازاز ده هم خبوخوا هنا هلو فجنب الباب عشان خاطر ان هو ما يبقاش طالع كده ما يبوصل منظر بازلوا مجهود كبير او طبعا وقتها برضو كانت المسل كارز ابتدت تاخد يعني يبقى ليها شعبية مظبوط مظبوط طيب اه سواءت العربية اكي انها طالع من المصنع ما فيش حاجة تتقل علبة الدريكسون بتاع الفترات دي كلها كانت دايما فيها حتة بتاع تانور واجد جابا عفنا لها لانتعمل عاجعة الخيادة كده نستيبش قوي مظبوط بس ده برضو تبكال بتاع الفترة يعني ده مش بوش ده هي كده يعني انت لو جبت علبة جديدة من الفابريكا حتتبقى كده برضو ده هو التصميم كده ولكن ما يمنعش برضو ان الكورسي مريح جدا 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 القعدة والدهار راحة كاملة ما فيش اي دعم جنيبي طبعا حجات دي بنسبالهم ما كانتش مهمة قوي لكن الكورسي نفسه ككرسي لا يعني رغيب وحالته كمان جبعة حي رغيبة وفيها سبورتس مود ممكن نحطها في اس على كده بقيت في سبورتس مود بتسقط نقل على طول ما عرفش تعمل اي بعد جدا طبعا بتعلي اوي الصوت ولكن دي مود رياضية مسقطة نقلة تماما والاداء بتاع التنفس الطبيعي الكاربوريتر مشل انجيكشن كمان ليه برضو كده التشارم بتاعه زي ما بيقولوا وبالذات العربية واقف الحساب تتراجرك شوائك كل ده طبيعي مظبوط الفرامل الفرامل برضو ما كانش فيها وقتها الاسيستنس يعني انت مفيش حاجة بتساعدك اي في الفرامل فالمسألة انالوج يعني عكس الرقمية عكس العربيات النهاردة مثلا نهاردة فيه الجولياز مثلا عندهم الجولياز بتشتغل بحاجة سمها اي بي اس انتليجن بريكي سيستنس انت مش بتدوس دوسة مباشرة على بيستن ولا حاجة بريكلك ده انت بتدوسة على حتة حاجة كهرباء دايرة بتترجم لك الدوسة بالزبط كده صح اه بس دي ما فياش احساس اي ام اتعود عليها بيخدوا اي جماعة عشان للكو انا وبردو عجلة بقيادة الكهرباء اللي معدومت الاحساس هنا عندي كل الاحساس من دوليا طبعا انا لسه سيئة في سبورتز مود عشان ناخد منها الاداء بس بس انا صعبان علي المطور انا كده مازلت في النقلة بتاعته على الفكرة عشان تبعوا عارفين نقلت النقلة بتاعتها سوائتها جميلة بداية بجد حلوى قوي للسنة الجديدة بجد وفيه على فكرة نفس زي كل مرسيدسيز نفسهم طويل في الاخر نفس الطويل ده اللي هو ايه بنسبة لزمان مية وتمانين كيلو في الساعة فيه كان التوب سبيد بتاعت العربية دي والمية كان في حدود التلاتتاشر سانية وبرضو يعتبر رقب بايس عشان تبعوا عارفين بمقاييس تلاتة واربعين سانة فيها نس فيها ومص السبات بردو اوه لازم كل شوية تعمل كده تعديل لعجلة القيادة عشان بس تبعارفة هي رايحة فيها لكن طول ما انا بزود بتزيد عادي خالص جميلة انا عارف العربية دي كانت بتاعت والدك الله يرحمه والدك الله يرحمه بالنسبة لك العربية القيمة السنتيمنتل يعني زادت جدا بالضبط متخيل يعني طيب والعلامات بتاعت واحد واثين وثلاثة انتوا عارفينها ولا لأ عارفكم يا دي ايه بحجل العالمات الجيل ريشيز ايوا بالنقلات ان هي عند الصرحة اربعين ده على الغيران اوه خمسة اربعين تقريبا اه بالضبط يعني اه واقل من تمانين التاني مزبوط والتالت يجي بقى شايفين فين؟ قرب المية وتلاتين تقريبا بالضبط ما فيش ده اخر حاجة خلص ببهش حاجاء تانية وعلى ملف طبعا سبعينات بقى بس دفع خلفي برضو جماعة تستغلوش بيها انا مستمتع انا كده عملت دماغي يعني برسايد سلو عمرو مشهورين بكسرة الديركسون في الجيل ده بالزات اللي هي جامدة قوي اكتر من عربيات كتيرة مثلها ان انت ممكن في الركن بالزات بتساعد قوي العربيات مضبوط طيب دايفيد انا مبسط جدا واحتفالت ده بالنسبالي احتفال راس السنة الجديدة لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب وشكروا دايفيد جدا ونتقابل في العرض القادم سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة